النهار ده ست الكل هنعمل مع بعض الزيت في البيت طبعا بعد ارتفاع الاسعار وكلنا عارفين الزيت الزيت ساراها بقى غالي جدا وطبعا احنا كلنا بنعاني من الموضوع ده هو فتبعيني كده لنهاية الفيديو عشان ايه تشوفي معي ازاي هنعمل الزيت في البيت ونستفاد بالزيت اللي بيطلع عندنا ونعيد انتاجه تاني فتبعيني كده حبيبتي لنهاية الفيديو عشان تشوفي معي الطريقة خطوة بخطوة وما تنسينيش كده فضلا وليس امرا لو الطريقة عجبتك تدعميني باللايك والشير عشان تشوفي الطريقة معي ده كده شكل الزيت اهوت قبل ما اعمل فيه اي حاجة تعالوا بينا بقى مع بعض كده نوركوا بقى ايه ازاي هنعمل احنا عن ضعف الزيت ده هوت ويعني من كيلو على ربع زيت عملت اتنين كيلو زيت بصوا شكله جميل ازاي حبيبي زيت جديد فعلا مش بين خالص اللي هو مستعمل ولا اي حاجة وده كده الزيت اللي انا عملته يلا بينا حبيبي نتابع الطريقة مع بعض الطريقة سهلة وبسيطة جدا نعم ويلا بينا نشوف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبيبي في الله معاكم حنان الوركي تعالوا بينا نبدأ الفيديو حبيبي بالصلاة على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام ونشوف بقى عربي دي انا نط معي حبيبي ده كده زيت مستعمة لا اه يعني كنت قلية في حوالي تلات اربع مرات مش اكتر من كده يعني فدوقتي بقى ايه الكمية اللي معايا ديت ترمل لها يعني كيلو يعني كيلو اللي رابع زيت يعني 750 جرام زيت فدوقتي بقى ايه ده كده شكله من غير معامل فيه اي حاجة ولا صفيه ولا اي حاجة اه حبيت اللي انا اوركو شكله يعني يعني متكونيش مسا الطريقة ديت متكونيش قليا في الزيت كتير جدا والزيت اغمق من كده هوت فما ينفعش فما تعمليش الوصفة فعشان ايه ما يباش غلط فانما لو الزيت معاكي بالشكل اللي انت شايفها دلوقتي يعني لونه ما يكونش غامق خالص فممكن انت تعملي الوصفة اه معايا اللي انا حعملها معاكي النهارة اه يبا كده احنا والزيت اللي احنا هنعمله كمان ده هوت يعني ما ينفعش اللي تعمل بزيت مطرح سمك او زيت مطرح بنيه اه يعني صدور فراغ كده بقلية اه فما ينفعش ما ينفعش مطرح بسه تكوني عابلة محبرة واقفتة محبرة اي حاجة فما ينفعش لانت تعيدي انتاج الزيت ده هوت الزيت ده هوت اللي انا مستخدمان نهاردة معاكم وبعيد انتاجه تاني اللي هو مطرح تحمير البطاطس انا قربت لكم الكاميرا هوت عشان تشوفوا شكله اه ده كده شكل الزيت ايه حبيبي ايه اه تعالوا بينا مع بعض بقى ايه كده انا حبيت بانا اقول لكم شكله ده كده زيت مستعمل مش متصفي كمان نعم فبصوا بصوا شكله عامل ازاي فلما يبعدك الزيت بالشكل ده فينفع لنت تعملي معايا الوصفة عشان انا عارفة اللي فيه باس بتقلي في الزيت و بتخليه جامق خالص وده بيبقى غلط اه اول حاجة حبيبي هنجيبها هنجيب منديل ورا وخلت اسنان كده هوت وحنبدأ اللي انا نخرم المنديل لنعمله كم خرم كده هوت زي ما انتم شايفين بعد كده هجيب طبق كده كبير وحط مصفة وبعد كده هبدأ اللي احط المنديل بعد بخرمه وطبعا خلت الاسنان هستخدمها دلوقتي دلوقتي هبدأ لانا اصفي الزيت اللي كان عندي هبدأ لانا احطه كده هوت وطبعا علشان ينزل معايا بسرعة فحبدأ برضو بخلة الاسنان اعمل خروم كده في المنديل عشان الزيت يبدأ ينزل طبعا التصفية دي بتخليلك ايه الزيت الزيت ينزل من غير يعني لو في اي حاجة فعطن في المنديل وينزل الزيت كده نضيف دلوقتي عشان نساعد الزيت ينزل معانا بسرعة فبنمسك خلت الاسنان وبتعمل خطوة اللي انا بعملها دي عشان طبعا الزيت ينزل بسرعة فبنصفي كمية الزيت اللي معايا كده بنفس الطريقة وبعد كده هنبدأ نشوف مع بعض هنعمل ايه بقى في الخطوة التانية اللي بعد كده هكمل انا كده بنفس الطريقة كده تقيح بايبي لحد ما خلص تصفية الزيت وهو الزيت يعني ده كمان يعني زي ما قلت لكم مطرح تحمير بطاطس يعني يعني مفيش يعني مفيهش ريحة يعني تانية اللي هو يعني ما كنتش قلية في حاجات تانية اللي انا قلت لكم عليها في بداية الفيديو لو انت قلية اي حاجة من اللي انا قلت عليها كرنبيت مقل سمك بنيه اي حاجة فما ينفعش اللي انت تعملي به الوصفة النهارتي وده كده بعد ما صفيت الزيت اهوت ده كده زيت مطرح تحمير بطاطس يعني مفيهش ريحة برضو يعني فدهوقت انا صفيت كمية الزيت اللي كانت معايا وبصوا الزيت بقى نضيف ازاي واي حاجة يعني اي رواسب كده في الزيت ولا حاجة ففضلت في المنديل زي ما انتو شايفين اهوت اهو ده كده مطرح تحمير البطاطس ازاي بنتو شايفين ده دهوقتي بقى اي حبيبي كده الزيت بقى جاهز كده بقايا طيب احنا عشان نضاعف بقى كمية الزيت دي هنجيب بقى ايه زيت نضيف يكون عندنا وكده هات اي 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 انا كان عندي يعني هو اللي انا كنت مستخدمه في الاول اللي هو الزيت المستعمل يعني كان 750 جرام فدهوقتي حافضي عليه اه ازايزة زيت وفيه شوية تانيين عندي ازايزة فا ايه فحافضيه ويبا انا كده استغلت الزيت ده هو استغلته اللي انا استخدمه تاني طبعا احنا عارفين الاسعار الزيت بايدغالية جدا وطبعا يعني الزيت اللي كان طالع عندي ما كانش يعني مستعمل وما كانش يعني ايه لونه غامق فكا ينفع لنا اعمل به الوصفة النهاردة واستغلته وكده اقدر اللي انا احمر به تاني تاني يعني بعد كده طبعا الزيت اللي انت بتعمليه بالطريقة ديت فيفضل اللي انت بتستخدميه يعني من 3 ا 4 مرات قلي يعني مش اكتر من كده زي ما انتم شايفين اه وقت طبعا احنا كده استغلنا شوية الزيت اللي طالعيقنا واستغلناهم وضعفناهم كمان بالطريقة المزبوطة الصحيحة وزي ما انتم شايفين كده ايه حبيبي على فكرة الفيديو ده هوت كان دازل في القناة قبل كده هوت وحقق مشاهدات وعيجت بس كتير بس هي كانت مدته طويلة شوية يعني يعني كان ربع ساعة فحبيت بس عشان ايه وكان فيه بقطع بوسيقى كده في الاول كنت انا حتى مقدمة فيها موسيقى فالناس يعني كانت بتكلم على المدة والموسيقى فحبيت اللي انا اصرع لكم الفيديو النهاردة ده ودوقتي انا بعمي بقى ايه الزيت واشارك معاكم فيديو تاني النهاردة لان خصوصا كمان الاسعار الزيت بقت سعرها غالي ليودهم فتستفادوا بالطريقة ديت يعني الناس اللي ما شافتش الفيديو ده قبل كده فتقدروا اللي انتم تشوفوه وتستفادوا بالطريقة وبصوا بقى انا كده يبب انا كده عملت ازيستين زيته هوت بطريقة بطريقة سهلة وبطريقة الصحيحة المزبوطة ونقدر الا انا استخدم الزيت ده تاني احمر فيه بطاطس تاني بعد كده بطريقة بالطريقة المزبوطة الصحيحة طيب ممكن تعيدي على فكرة انتاج الزيت متاع السمك بس في الحالة دي هتع تعملي بنفس الطريقة بس هتستخدميه لقلي السمك بس مش هتعمري فيه بطاطس دي برضو ايه معلومة اه اتمنى حبيبي اللي انتم تكونوا استفدتم من النهاردة من الفيديو وتكون الطريقة تكون عجبتكم ويبا انا كده عملت ازيستين زيت ينفعوني لانا استخدمهم وحمر فيهم تاني اه اي حاجة يعني ممكن لها حمر فيهم بطاطس ممكن لها اخد منه برضو حمر شوية زيت كده لا يحبر بنيه كده اه اه اعين فعني برضو اه زي ما انتم شايفين طريقة بسيطة وسهلة جدا حبيبي واتمنى انتم تكونوا استفدتم من نهاردة شاركوني كده برأيكم في التعليقات وان شاء الله كده تكونوا استفدتم بالطريقة على فكرة الفيديو ده كمان كان جايلي عليه سؤال كان فيه ناس طلبة مني اه يا حنان عايزينك اللي انت تصنعيننا الزيت في البيت هو الزيت في البيت بيباليه طريقة وليه خطوات اللي هي تتعمل فانتظروني على قناة الطبخ شكرا للمشاهدة السلام عليكم